سيد أكتاي أين تقف الولايات المتحدة برأيك من هذا الاتفاق بين أردوغان وفوتن فيما يتعلق بإبلب؟ وهي التي سبق وعرضت مساعدتها على الجانب التركي في إطار هذه المعركة في إدلب السورية. على مستوى الرسمي أعربت البلاد المتحدة تأيدها لهذا الاتفاق وتمنيها بأن تتواصل وتؤدي إلى حماية المدنيين. ولكن على الأرض كانت هناك على الأقل تمني أو نية للولايات المتحدة لحصول تصادم بين تركيا وبين روسيا حتى تعود أنكرة إلى أحضان الفلاد المتحدة وتتمسك من جديد لحلف الناتو. وأعربت كثير من المسؤولين الأمريكيين هذه الأمور صراحة. بكل تأكد أن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون الأمور تحل من قبل أنكرة وموسكو. وأن تتعمق علاقة البلدين لتكون الحال توافق تركيا وروسيا. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر